بسم الله الرحمن الرحيمي أهلا وسهلا أهلا بكم في الفيديو رقم 9 من سلسلة Systematic Review and Meta Analysis في الفيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها PRISMA أو Preferred Reporting Items for Systematic Review أو العناصر المفروض تكون موجودة في Systematic Review بتاعك PRISMA Flow Chart من ضمن الحاجات اللي هتلاقيها في أي Systematic Review موجودة علشان كده خصصت فيديو كامل بنتكلم فيه عن PRISMA PRISMA Guidelines أو PRISMA بتنقسم لحاجتين أو حاجتين هنتكلم عنهم في الفيديو ده حاجة اسمها PRISMA Checklist أو العناصر اللي مفروض تكون موجودة في الريفيو وحاجة تانية اسمها PRISMA Flow Diagram ودي اللي هي بتلخص الخطوة اللي احنا تكلمنا عنها في الفيديوهين اللي فاتوا اللي هي بتاعة Screening Process بتلخص الخطوة بتاعة Screening اللي هو جبت الدراسات من فين والليه عدد النهائي بين الدراسات اللي وصل معاك كام دراسة هتلاقي في الوصف بتاع الفيديو تايم ستامس لكل جزء من الجزئين دول الجزء بتاع الشيكليست والجزء بتاع PRISMA Flow Chart واتمنى ان السلسلة تكون عجبتكم وتشاركوا السلسلة مع أصحابكم وصلنا التسعة في الفيديوهات من السلسلة واتمنى ان تكون شايقة حتى هذه اللحظة يلا بينا طيب اول حاجة بتكتب PRISMA على جوجل بتلاقي انه في حاجة اسمها PRISMA وبعد كيف حاجة اسمها PRISMA تحت PRISMA Statement بتخشت على PRISMA Statement ده ده الموقع بتاع الريبورتينج للسيستماتيك ريفيو هتلاقي هنا في حاجة اسمها PRISMA Checklist وحاجة اسمها PRISMA Flow Diagram دي الحاجة اللي احنا نشرح اول حاجة PRISMA Checklist بتعمل لها داونلود طيب زي ما احنا شايفين دي PRISMA Checklist اول حاجة هنا الفكرة من Checklist ان هي مجموعة من العناصر زي ما انت شايف كده وهو بيقول لك هنا انك تعمل location تحط رقم الصفحة اللي انت عامل فيها الجزء ده يعني على سبيل المثال اول حاجة العنوان Identify the report as systematic review يعني لازم تكتب في العنوان بتاعك ان ده As systematic review or meta analysis يعني لازم توضح الموضوع ده لو انت وضحت الموضوع ده بتكتب بان مثلا ان العنوان كان موجود في الصفحة رقم واحد الثاني حاجة انك بتشوف البرزما checklist للابستراكت وبعد كده تكتب انك عملت الابستراكت مثلا في رقم اثنين او رقم ثلاثة طيب تيجي تخش على introduction مثلا بيقول لك اول حاجة لازم توضح الراشنال بتاع review بتاعك والobjectives فلازم توضح الاسئلة دي وتكون وتكتب هنا انت كتبتهم في صفحة رقم كان ولصفحة رقم كان هتيجي تخش على methods احنا كتبنا تكلمنا على eligibility criteria بعد كده تكلمنا على search strategy بعد كده تكلمنا على selection process كل الحاجات دي كلها احنا هتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة بتقدر ترجع للفيديوهات لو انت عايزها وانتكلم بقى عن data extraction و data items و risk of wise assessment في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله ولكن اقصده انك بتشوف الجزء ده وبعد كده تكتب هنا انك عملت reporting دي الجزء ده مسلا في الصفحة رقم 8 والجزء ده في الصفحة رقم 9 وهكذا الفكرة من يعني هنا مسلا في result تعمل ال study selection هل انت عمل ال flow diagram بتحمل prisma flow diagram هل انت عمل بشكل صحيح فهتقرأ العناصر دي العناصر دي هتساعدك انك تفهم ايه هي اصلا ال prisma steps او ايه الخطوات الافضل في ال reporting بتاعت بتاعت ال systematic review بتاعك وال prisma checklist دي بتكون ك supplementary file في اغلب ال reviews يعني انت لما بيجي تقدم systematic review بتاعك للمجلة بتقول يا جماعة والله ان احنا عملنا كل العناصر بتاعت ال prisma checklist وهتلاقي ان prisma checklist موجودة ك supplementary file في ال paper بتاعتنا او في الشغل ده بتقول للمجتمع العلمي ان هو يا جماعة ان احنا مشينا على ال prisma guidelines او ال reporting اللي المجتمع العلمي كله ماشي عليها فده يعتبر checklist مهم جدا وبرضه هو حاجة كreporting وحاجة بتساعدك انك تتأكد انك ماشي صح في ال reporting بتاعك هو مهم جدا طيب ثاني حاجة هنا ال prisma flow diagram انه هنا لو متيك تختار ال prisma flow diagram فزي ما قلنا دي بتلخص الخطوات بتاعت ال screening فهل انت عايز ال flow diagram اللي هو بإنجرود ال search من database ورجسترز هذه الحاجات اللي هي related بال clinical trials هل انت عايزها من database ورجسترز وother sources يعني احنا غالبا بنختار دي ونقدر نحنا نعمل فيها modification زي ما عايزين نعمل download لل prisma flow chart وانا صورت فيديو كامل ازاي تعمل ال prisma flow chart هسي بلوك اللينك بتاع في ال description باكتر من شكل ممكن تعمله بال word ممكن تعمله ببرنامجs from canva ممكن تعمله بال photoshop ممكن تعمله باي طريقة انت تحبها ولكن اسهل طريقة وبتوفر مجهود كبير خالص وشايف ان هي بنفس جودة اي برنامج تاني هو ال word document وتقدر تعمل لها visualization او تقدر تغير في الالوان زي ما انت حابب طيب زي ما احنا شايفين ان دي ال prisma flow diagram for systematic review including the databases we register زي ما احنا قلنا احنا بنبحث على مجموعة من ال databases فهو انا بيقول لك records identified from كزا يعني احنا مثلا تقول له ان records identified مثلا من باب mid ممكن تقول مثلا scoops زي ما احنا عملنا المرفاتر و web of science تمام النمبر بتاحهم ان دي معناها النمبر او عدد الدراسات احنا مثلا طالعنا 1580 دراسة هل احنا استخدمنا clinical trials في حاجة زي كده علشان نطلع clinical trials هل احنا استخدمنا registrers فلو استخدمت registrers تقدر تضيف الرقم بتاحنا لو مستخدمتاش ممكن تمسحب كله سهولة في اسلوب تاني من التعبير عن ال databases وهو انك ممكن تكتب مثلا باب mid بركاته هعمل in هجبنا من باب mid مثلا 540 دراسة ممكن تكتب بعدها scoops واحنا جبنا من scoops مثلا 180 دراسة وهكذا ممكن تعمل لها مور specific وتوضحها بشكل اكبر طيب الرقم الطلع اللي هو 1580 ده على سبيل المثال بيكون فيه عدة اسباب من حاجات متدخلة في بعض يعني الموجود في scoops ممكن يكون موجود في باب mid ممكن يكون موجود في web of science يعني ده بيسموها حاجة اسمها ايه او المتشائبهات مبين الثلاثة data base مثلا فبتقول لك هنا مثلا انت عملت لقيت الدابليكتس كاما الدابليكتس دول بتعرفهم ازاي فيه اكتر من طريقة تعرف فيهم الدابليكتس ممكن تحط الفايلز بتاعتك دي كلها الثلاثة فايلز اللي احنا كنا طلعناهم في الفيديوز الفاتت ممكن تحطوهم على رايان وتعمل check for duplicates يروح اجابلك ان فيه مثلا 200 paper duplicates 300 زي ما يقول او ممكن تحطوهم على برنامج mandly او ممكن تعملهم بال excel sheet لما تحطوهم على برنامج mandly بشكل تلقائي هيعمل check for duplicates فلو عندك مثلا 1580 دراسة دول انت طلعتهم من ال results ممكن تحطوهم على برنامج mandly تلاقي ان هو قرأ مثلا 980 دراسة بس ده معانا ان فيه مثلا 600 duplicates هو automatic ليشالهم او حاجة زي كده ممكن تستخدم برنامج endnote يعني فيه اكتر من مصدر حتى في ويب سايت بتعمل removing duplicates بشكل تلقائي هتحط هنا بقى في number duplicates مثلا احنا قلنا طلع 600 paper duplicates فبتطرح من دول يعني ممكن نخليهم 580 علشان سهولة الرقم هل في records in eligible باستخدام automation tools هل في records مثلا شلتها ال other reasons هل في مثلا دراسة ما كانتش كاملة هل في اي حاجزة كده ممكن تحط رقم وممكن برضو تمسح الجزئة دي فلو احنا شفنا هنا فيه 1580 دراسة طلعنا منهم duplicates 580 وبالتالي الباقي هنا هيكون الف دراسة الف دراسة دول دي المرحلة identification في الاول الف دراسة دول بيمروا بمرحلة وممكن تكتب هنا مثلا record screened ممكن تروح حاطة مبين خسين title and abstract فمن الالف دول طلعنا من الالف مثلا 820 دراسة فبالتالي كده ممكن تشيل الجزء ده مثلا هل في حاجات ممكن تشيل الجزء ده مثلا هل في حاجات الموضوع لو انا مثلا الجزء ده مش عاجبه فممكن اعمل select كده وامسح الجزء ده وعمل extension بالشكل ده او اطلع الدراسة ال table ده فوق بعد كده اطلع ال table ده فوق واطلع برضو الحاجات دي فوق ده مثلا من ضمن الاشكال اللي احنا ممكن نعملها بشكل زي كده ده اللي بيقصده بيه اللي هو فطلع 820 فكده الباقي عندنا 180 دراسة فاحنا قرأنا من الفول تيكست قرأنا 180 دراسة مثلا على سبيل المثال في اسباب طلعنا من 180 دول ان في مثلا سبب ان مفيش inclusion و exclusion criteria مثلا مثلا are not met ف ال inclusion و exclusion criteria ما كانوش موجودين فطلع من 180 دول 80 دراسة كده ممكن نقول مثلا ان ال reporting mechanism واحنا مش عايزين حاجة بت report mechanism فطلع مثلا 50 دراسة طيب فبتحط الاسباب بتاعت ليه الحاجات دي طلعت من الاسباب بتاعتك وكمان بتوضح الجزئية دي بشكل تفصيلي اكتر في المثودز بتاعتك فهنا طلع مثلا من ال 180 فالكده الباقي عندنا 50 دراسة خمسين دراسة دي studies او reports دي clinical trials او reports ممكن تقول 50 دراسة تبقوا في ممكن تعمل حاجة زي كده مور specific كمان يعني مثلا ممكن تروح حاطط حاجة تانية سهم زي كده تقول او يعني سهم تحت من هنا ان احنا فيه table زي كده ده ممكن نقول ان اللي included في ال study عندنا مثلا كان العدد بتاع الدراسات من ال 50 مثلا 39 دراسة ومثلا في احنا عملناهم احسائيات طلع مثلا 11 دراسة فممكن تعمل ال table ده تخليه مور specific في الجزئية دي دي كلها حاجات بيقولك والحاجات دي كلها معلومات بتمسح الفايل ده وترح حاطت كده الفايل بتاعك خلاص تمام بتعملها ممكن تعمل two tables او جدولين واحد ال systematic review واحد ال meta analysis ده ال citation لو انت عايز تعمل citation ال prisma guidelines ممكن تروح تبقى شاي ال header ده خالص ممكن تبدأ تعمل موديفكيشن في الشكل يعني مثلا احنا عايزين الشكل يكون احنا عاملين السيم بتاعنا كله اخضر فممكن نخلي السيم بتاعنا كله اخضر لو احنا عايزين مثلا السيم اخضر والشكل هنا عايزين filling مثلا بشكل لون تاني فممكن نعمل filling باللون ده ممكن نغير في الالوان بتاع الكتابه ممكن حتى نغير في شكل بتاع الاوتلاين نخليه ادخن شوية وبعد كان نخلي مثلا لون تاني فدي كل حاجات انك تقدر تعمل فيها بشكل بسيط خالص وبتحفظ ال prisma flow chart دي تاعك و بعدين بتاخدها برضو كصورة او بتاخد ال prisma flow chart بتاعك دي كلها وتحطها في الفايل بتاع ال review بتاعك لو فتحت اي systematic review هتلاقي ال prisma flow chart دي او زي ما احنا شفنا هو لخص مجموعة من خطوات الجزء بتاع ازاي اصلا قدرت توصل للدراسات دي والجزء بتاع الخطوات بتاعته والجزء بتاع الدراسات معك في ال study بتاعتك وبالتالي هو يوضح ايه هي الحاجات اللي انت عملتها في الخطوات دي وهتلاقي اي review موجود في ده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي سلام عليك شكرا